كيف كانت تظاهرات الأمس في المغرب كانت لافتة تضامناً وتفاعلاً مع ما يجري من ثورة طلبية جزلنا التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كيف قرأت هذا الحراك المغربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بعد تحية إكبار وإجلال إلى دماء الشهداء وتحية إكبار وإجلال إلى هذه الهبة هبة الضمير الإنساني على مدى الكرة الأرضية كلها بعد ثورة الشباب والطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تمتد إلى كل البلدان نريد أن نؤكد على أن أستعب المغربي منذ 7 أكتوبر المجيدة وهو من أقصاه إلى أقصاه في الشمال كما في الجنوب في الشرق كما في الغرب وفي الوسط وبالأمس كانت مسيرة حاشدة في مدينة مكنس حيث ما نزال نقيم قادمين من العاصمة الرباط حيث كانت شهدت مدينة مكنس وهي في وسط المغرب وعاصمة تاريخية مسيرة حاشدة شارك فيها من تنظيم جمعات العمل الوطنية من أجل فلسطين وهي ائتلاف لهيئات سياسية من يساريين ومن إسلاميين وقوميين وعموم الشعب المغربي الشعب المغربي يمكن أن يختلف في كل شيء إلا في فلسطين فهي موحدة والشعب المغربي كلمة واحدة هي أن القضية الفلسطينية قضية وطنية كما بوحد حناجر المغرب في كل المدن وفي كل الوقافات وفي كل المسيرة الحاشدة والمسيرة المليونية الشعب المغربي يعتبر القضية فلسطينية قضية وطنية والتطبيع حيانة هذه الشعارة بوحد حناجر المغرب بطردها دكتور أحمد هل نتحدث عن حراك مؤقت إنجازة لنا التعبير مرتبط بحالة طلابية في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أم أننا نعتقد أو أنك تعتقد أنها على العكس بداية دائمة لتظاهرات دائمة طلابية وغير طلابية في المغرب ستشهدها الأيام والأسبوع القادمة إن كان السؤال يتعلق بالمغرب فكما أشرت إلى ذلك فالقضية الفلسطينية يعتبرها المغاربة بمختلف اتمائتهم الفكرية والإيديولوجيا والسياسية يعتبرونها قضية وطنية وهي مضمنة بهذه الصيغة في أدبياتهم في قوانينهم الأساسية كأحزاب سياسية أو كمركزية نقابية أو كجمعية حقوقية ومدنية وبالتالي بغض النظر عن الحدث فهذه قناعة عند الشعب المغربي فلسطين قضية وطنية والتطبيع خيانة أي أن التطبيع مرفوض شعبيا وإن فرض هو مفروض استبداديا لكنه مرفوض شعبيا هذه المعادلة ثابت هذا ثابت عند الشعب المغربي لا يتغير المناسبات أما على مستوى الحراك الدولي فالمؤكد كذلك أن هذا العطاف نوعي تاريخي صنعته 7 أبطوبر المجيدة ولا يمكن التراجع عنه وهذه طورة حقيقية انقلاب حضار حقيقي قابى كليا على السردية الصهيونية صحيح ليس غدا وبعد غد وإنما مع المدة ستنقلب كل الأمور ورأينا كيف انقلبت المواقب حتى من قبل عتاق صهيون من مواقع صنع القرار في الدول الغربية بضغط من شعوبهم سيتطلب الأمر بعض الوقت لتتفاعل الأمور ولكن هذا منعطق لا يقبل الرجعة ونحن متأكدون على أنه رغم أن تضحية جسام حقيقة وآلاف وعشرة الآلاف من الشهداء ولكن كما يقول المثل الفرنسي الرهان يستحق يعني هو ضريبة ثقيلة ولكن نهايتها هو النصر للمقاومة ولدماء الشهداء والحمد لله رغم كل هذه التضحية ثقيلة هل هناك ترتيبات لتظاهرات أخرى خلال الأيام المقبلة يعني سواء من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أو أي حركات طلبية هل على الجدول على البرنامج شيء خلال الأسبوع القادم نعم كنا في تظاهرة قبل مسيرة الأمس بكلية الأدب بمكناس وغدا ستكون مسيرة بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بالرباط على مستوى الشباب والطلاب أما الوقفة فلم تتوقف والمسيرة لم تتوقف هي موقفة يومية في مختلف المدن ولم تتوقف هذه الوقفة الحاشدة منذ 7 أكتوب منذ 7 أكتوب لم تتوقف ولن تتوقف حتى إسقاط التطبيع هنا كريهان كسقفنا لنكون في مستوى الدماء الشهداء في طفان الأقصى هذه مساهمتنا وانخراطنا في طفان الأقصى واستحقاقاتهم نعم أخيرا دكتور أحمد كيف توصف حالة المقاطعة سواء للبضائع الإسرائيلية أم البضائع الغربية للدول التي تدعم الاحتلال بالماركات العالمية المشهورة في المغرب كيف تقيم لنا هذا الملف هي جبهة أخرى وواجهة أخرى سجل فيها المغرب حقيقة سابقة يشهاد لها الجميع وفجأت لما كنا في جوهانسبورغ في المؤتمر الدولي لمصرات الشعب الفلسطيني وكذلك في إسطنبول في تركيا لما كنا قبل أسابيع فجأت بمتابعة الوفود العربية والإسلامية للجهد المبدول من قبل الشعب المغربي وقواه الحية في هذا المجال وقيل لنا بأن جهدكم يحتذك هيئات عاملة في المقاطعة وفي منهضة الطبيع والاختراق الصهيوني هناك مقاطعة كبيرة للماركات والعلامة التجارية المساندة للكيان الصهيوني وهناك تراجع لعدد من المؤسسات بفعل هذه المقاطعة وليس لدينا الوقت لنفصل فيها ولكن هناك تراجع هناك حتى بيانات رسمية للاعتدار من قبل هذه المؤسسات والالتزام لدى الشعب المغربي بأنهم سيقطعون أن يتصل بالكيان ولن يعدوا لإقامة العلاقات والتعامل التجاري بينها وبين المؤسسات الصهيونية فهذا عمل في هذه المواجهة كذلك في تقدم كبير وإنجازات وطراكم حقيقي كل شكور لك دكتور أحمد وحيمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ضيفا عزيزة معنا كنت من مكناس